على مفترق طرق مع ما سمي بورشة ازدهار من أجل السلام طريق يؤدي نحو فلسطين وطريق آخر نحو الكيان الصهيوني يركب الخليفيون بدعم من السعوديين والإماراتيين في ركب الصهاينة وينحاز البحرانيون إلى القضية الفلسطينية التي يعتقدون ويؤمنون وهم متيقنون بأنها تمثل قبلتهم الأولى يظهر الخليفيون بوجههم الواضح القبيح الذي يتشابه إلى حد كبير مع الكيان الصهيوني فالصهاينة يستهدفون المقدسات المسلمين في أرض فلسطين وكذلك فعل الخليفيون بعد تفجر الثورة في العام 2011 حيث سووا عشرات المساجد بالتراب بدعم من الجيش السعودي الذي اشتاح البحرين في العام 2011 وفي شهر مارس تحديدا وكما يفعل الصهاينة في أرض فلسطين المحتلة بإخلالهم في التركيبة السكانية عبر زرع المستوطنات وتجنيس من خارج الحدود في أرض فلسطين المحتلة يفعل الخليفيون كذلك بتجنيس عشرات الآلاف من مختلف أسقاع العالم استخدامهم كأداة قمعية في وجه شعب البحرين ومهما زرعوا من مخططات ومهما مولوا من أموال البترو دولار لن تجد خططهم النور في نهاية المطاف لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه